اهلا بكم مباراة امبي وفيوتشر في دور الستاشر لكأس مصر بتشهد حدث غريب جداً توقف لفترة طويلة جداً خلال الشوط التاني من الماتش فيوتشر بيسجل هدف التقدم في دقيقة سبعة وخمسين اللي بسجل الجول محمد رضا بيكون ده الهدف هو بداية فترة طويلة جداً من التوقف في المباراة بداية لاعتراضات من الطرفين مع خروج فريق امبي من الملعب ورفض استكمال اللقاء ده الهدف مصار الجدل طيب بعد الهدف ما تم احتسابه حكام الفار بيستدعوا حكم الساحة نادر أمر الدولة عشان يرجع صحة الهدف بسبب وجود شك ان الكورة خبطت لمست الحكم قبل ما فيوتشر بيسجل هدف اللي حصل بقى ايه ان شاشة الفيديو الفار اللي كانت منجوت في الملعب كانت متعطلة علشان كده الحكم لم يتمكن من ان هو يرجع اللعبة طيب في الدقيقة 57 بيتوقف اللعب وبيستمر التوقف علشان يتم اصلاح العطل في الشاشة لغاية الدقيقة كام الدقيقة 74 على ايها تحق الفار بيتصلح الحمد لله وبنرجع الحكم بيراجع اللعبة وبيعود الى الملعب بيقرر ان هو احنا شايفينه هو رايح يتشيك من الفار بعد كده بيقرر ان هو يحتسب الهدف بعد تأكده من صحاته في اللحظة دي امبي بيقرر ان هو يخرج من الملعب بيقرر ان هو ما يستكملش المباراة ده طبعا اعتراض على قرار الحكم بيستمر اللعبة فيه التوقف لغاية الدقيقة كام؟ لغاية الدقيقة جماعة 81 لغاية ما فريق امبي بيقتنع وبيعد القرار بتاعه بيرجع فيه القرار بتاعه بيرجع لأرض الملعب بيستكمل المباراة بكده نادر امر الدولة بيحتسب 25 دقيقة اكسترا تايم اشتركوا في القناة